ورد في تاريخ دمشق هذه القضية من القضايا اللي ينبغي التوقف عندها حقيقة كان أكو امرأة اسمها رياء أو رياء قرأتين أكو أو صيغتين أكو إليه هذه كانت حاضنة ليزيد يعني مربية إليه لما كانت صغير فكان إلها فرد احترام وتقدير في بلاط بني أمية استمر هذا إلى مدة مديدة بعدين قتلت بطريقة شنيعة تتحدث عن هذه الواقعة أيضا في تاريخ الإسلام للذهب أيضا موجودة هذه القضية تحدثت عن مشاهداتها بعد واقعة كربلا وما جرى على الرأس الشريف في بلاط يزيد قالت رأيته يقرع ثناياه بقضيب في يده ويقول أبياتا من الشعر هاي اللي يقولها عادة لعبت هاشم بالملكفلة ثم حكت عن موقف هذا الموقف أريد أوقف عدة شوية هذا الموقف لرجل هي نسبته إلى صحابة النبي صلى الله عليه وآله قالت شخص رجل من الصحابة سمته ولكن ما ذكر اسمه منه لأن فضيح كلامه أظهر هذا الرجل اللي تقول هو من الصحابة أظهر شدة حقده على آل محمد لما رأى رأس الحسين أمام يزيد ويلعب به بالقضيب قال ليزيد هذا اللي يقولون صحابه قد أمكنك الله من ابن عدو أبيك أكفرت كلمة أخرى أنا حاذفها لدناءتها وخستها ما أذكرها فاقتل هذا الغلام وأشار إلى الإمام السجاد صلى الله عليه حتى ينقطع هذا النسل فإنك لا ترى ما تحب وهم أحياء لقد رأيت ما لقي أبوك من أبيه وما لقيت أنت منه وقد رأيت ما صنع مسلم ابن عقيل في الكوفة فاقطع أصل هذا البيت فإنك إن قتلت هذا الغلام إن قطع نسل الحسين خاصة وإلا فالقوم ما بقي منهم أحد يطالبك بشيء إذا قتلته وهم قوم ذو كذا فرج عبارها دنيئ ذاكرها والناس إليهم مائلون وخاصة أهل العراق يقولون ابن رسول الله ابن علي وفاطمة أقتله فليس هو بأكرم من صاحب هذا الرأس تحريض مباشر على قتل الإمام زين العاملين في داخل المجلس تحريض مباشر